النهاردة هنتكلم عن موضوع داخل في كل بيت مصري هنتكلم النهاردة عن المحاصيل الزراعية في مصر الخضار والفكهة والمحاصيل الزراعية اللي احنا بناكلهم هل احنا كل يوم من غير ما نقصد ومن غير ما نعرف بنروح نشتري سموم بأيدينا ونأكلها لأولادنا وإحنا كمان ناكلها هل ممكن ده يكون بيحصل؟ هل المحاصيل اللي بتتزرع عندنا في مصر ممكن تكون مصرطنة؟ طيب هل احنا ممكن يكون عندنا في مصر؟ ممكن يحصل اكتفاء ذاتي في الزراع ولكن فيه مافيا الاستيراد بيحربوا ده ومش عايزين ده يحصل وفي الاخر بيستوردولنا ايه من برا؟ بيستوردولنا قسمدة ومحاصيل مصرطنة بتسبب سرطنات جميع أنواع السرطنات بتسبب فشل كلوي وفشل في الكبد بتسبب إجهاض للحوامل بتسبب أمراض كتيرة جدا للأطفال سموم بنستورد سموم من برا بالموافقة أو المسؤولين بيوافقوا عليها أطنان كتير جدا بتخش البلد طيب المحاصيل الزراعية اللي عندنا اللي بتتسقي بالصرف الصحي هل ده غلط ولا ده صح؟ طيب هل الصرف الصحي ده بيبقى متعالج؟ ولا مش بتعالج قبل ما يسئل محاصيل؟ أسئلة كتير جدا عايزين نعرفها النهاردة عن المحاصيل الزراعية الأمح والدرة والخضار والفكهة وكل حاجة ماشي ايه هو الزراعة الحيوية؟ الأورجانيك اللي تخش السوبر ماركت تلاقي كيلو الطماطم بتاعها مكتوب عليه أنه هو حيوي أو أورجانيك وكيلو الطماطم بستاشر جنيه وفي الآخر في خمس أو ستة طماطميات كيلو الخيار بستاشر جنيه أورجانيك بقى لو أنت بقى مش عايز تموت لو مش عايز تاكل حاجة مرشوشة أو حاجة متسرطنة طيب ما هي غالية قوي طيب هل الزراعة الحيوية ممكن يتم تنفذها في مصر؟ هل هي مكلفة ولا مش مكلفة؟ طيب لو هي ممكن يتم أن احنا نعمل زراعة حيوية الفلاحين ما بيزرعوش ليه زراعة حيوية كلهم ليه ما زرع معينة بس؟ لبعض رجال الأعمال في مصر هي اللي بتزرع الزراعة الحيوية وبتنزل المحاصيل بتاعتها في السوق بأرقام عالية جدا يعني ممكن كيلو الطماطم هتجيبه في العزب كام؟ مناطق هتلاقيها بيباعها بأربعة، بتلاتة مناطق تانية هتلاقيها بتباعها بستة أخيرها ستة جنيه؟ خمسة جنيه؟ لكن مش ستاشر جنيه؟ يعني ياما موت ياما أجيب كيلو الطماطم بستاشر جنيه إيه الحل؟ طيب أما أنا نزل السوق ولاقي إن أرن الفلفل وصل حجمه للشكل ده هل ده طبيعي أقلق ولا مقلقش؟ ولا ده معنى إيه؟ يعني إيه الفلفل يبقى ده حجمه؟ من إمتى؟ ده معنى إيه؟ هل في مبيدات حشرية بنستوردها من إسرائيل؟ بتجلنا من إسرائيل المبيدات الحشرية ده بتخلي الطماطمةية في يوم يبقى لونها أحمر الفراولية في يوم يبقى لونها أحمر ومع ذلك بتخلي المحصول يكتر ويزيد تمام؟ وكمان بتزود المحصيل بتاعتنا وبتخليها تنضج في ثواني طيب اللي بيتجلنا من إسرائيل دي المبيدات الحشرية اللي بيتجلنا من الإسرائيل دي موصرتنا ولا وش موصرتنا؟ قاتلة ولا مش قاتلة؟ فيها سموم ولا؟ بتخش مصر ازاي وزاي الفلاحين بيستخدموها الفلاحين يقولوا لك ايه ما تقرأ الاخبار اه انا ما استخدمها لان انا مرة ما استخدمتهاش الفلاحين اللي حواليا المحاصيل بتاعتهم كانت كتير جدا وانا محاصيل لي مش كتير الانتاج عندي كان اقل منهم بكتير فلازم طبعا نستخدمها كل الكلام ده عايزين نعرفه النهاردة ونستفسر عنه يعني بكل تفاصيله ونعرف ازاي نجيب الخضار في فاكهة بتاعتنا ونأكل ولدنا ايه وما نأكلش ولدنا ايه والحد امتى الحال هيفضل كده النهاردة معايا ضيوف مهمين هما اللي هيجاوبونا على كل الاسئلة دي معايا الاستاذ الدكتور محمد فتحي سالم استاذ امراض النبات والزراعة الحيوية بجامعة السادات وكمان كان المستشار في منظمة الفاو للامن والامان الغذائي ودي اكيد حاجة مهمة جدا هيشرح لنا بكل التفاصيل عن المحاصيل اللي بتكون موجودة عندنا في مصر معايا تمان الاستاذ محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين هيحكي لنا بقى عن مشاكل الفلاحين وبيزراعوا ازاي وإن اللي بيحصل معاهم وإحنا طيب ناكل ايه في الآخر طيب عايزين نعرف ناكل ايه فموضوع النهاردة فعلا موضوع مهم جدا ويهم كل بيت مصري لأن لازم نعرف إيه اللي المفروض ناكله وإيه اللي المفروض ما ناكلوش ما روحش اشتري السموم بيدي ما روحش ادفع فلوس عشان اشتري سم أكلو لولادي اكيد لأ